أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالتقدم المحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتح السيسي وأكد مدبولي أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة مؤكداً أن الدولة مازالت تضع ذلك الملفة على رأس الأولويات كما تمت مناقشة ملخص التقرير الذي يشتمل على التقييم والتوصيات بلجنتي الأداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 28 وال29 من مايو الماضي هذا أشهد ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء بالتقدم المحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر على مستوى السياسات والإجراءات والمشروعات المنفدة خلال السنوات الماضية في مصر ولسيما في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجهود حفظ التنوعة البيولوجية إضافة إلى جهود الحكومة لخلق مناخ مشجع على الاستثمار من أجل دعم التحاول للقدر ترجمة نانسي قنقر